يعود مشهد الاعتقالات الكيدية إلى الواجهة في العراق حيث تتصاعد وطيرة اعتقالات السكان في مدن البلاد لاسيما المحافظات المنكوبة بناء على وشايات المخبر السري لتعود معها مشاهد غرف التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه لإلصاق التهم بالمعتقلين وتتصدر ميليشيات الحشد قائمة الجهات الأمنية الأكثر تنفيذا للاعتقالات التي تطال سكان المدن بتهم الإرهاب تليها استخبارات الجيش وفقا لمسؤولين في شرطة نينوى حيث تتم الاعتقالات بناء على معلومات المخبرين السريين أو ما بات يعرف بالمصادر وشايات عادة ما يكون أغلبها مستندا إلى معلومات غير صحيحة أو قضايا شخصية هدفها تصفية الحسابات وفي سياق عمليات الاعتقال وما يتبعها يقول صحفيون وناشطون حقوقيون إن المعتقلين بالتهم الكيدية يوقعون على اعترافات بعينها خلال مراحل التحقيق ليواجهوا مصيرا سيئا بعد عرض أوراقهم على القضاة الحال نفسه ينطبق على المعتقلين من الصحفيين والمعارضين لفساد النظام السياسي الحالي في مدن جنوبي العراق إلا أن أولئك يتهمون بعد اعتقالهم بالتحريض على إسقاط النظام وإثارة الفوضى ويؤكد خبراء قانونيون أن نظام المخبر السري غير قانوني حيث أن القانون النافذ يتعامل مع الإخبار العلني عن الحالات المشبوهة المدعمة بالأدلة إلا أن ذلك المسار معطل وبسبب تعطيله فقد الكثير من المعتقلين حريتهم أو حياتهم على مدى السنوات الماضية ويرافق ذلك النهج الأمني بوادر انقلاب على قانون العفو العام بتعطيل تشريعه من قبل نواب الإطار التنسيقي حتى لا تجبر من خلاله السلطات على إطلاق سراح آلاف الأبرياء الذين تريد قوى السلطة بقاءهم في المعتقلات لأسباب سياسية أو طائفية وأخرى مادية ويبدو أن وعود رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني بإعادة فتح ملف انتزاع الاعترافات قسراً خلال التحقيقات لم تنفذ حتى الآن ما يعني استمرار معاناة آلاف المعتقلين في السجون المعلنة